المفضل يسأل الإمام الصادق صلوات الله عليه كيف نصنع إذا كان ذلك إذا ما وقعت الغيبة الطويلة وكان الذي كان كيف نتبين الأمور والإمام الصادق هو عالم بالذي يقصده المفضل فالمفضل حينما يقول كيف نصنع إذا كان ذلك يعني إذا ادعى مدع من أنه الإمام فماذا نفعل لذا أجابه الإمام على سؤاله بشكل دقيق ومباشر إن ادعى مدع فاسألوه عن أي شيء فاسألوه عن تلك العظائم التي يجيب فيها مثله سألوه عن العظائم بحسب ما علمهم الصادق بحسب ما علم المفضل وأمثال المفضل الإمام ما قال للمفضل سله أنت الإمام وجه الكلام عبر المفضل إلى الشيعة فاسألوه فاسألوه عن تلك العظائم التي يجيب فيها مثله أأخذكم إلى مختصر بصائر الدرجات وطبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة صفحة مية واثمانية رقم الحديث ثمانين الحديث الثمانون بسنده عن حماد بن عثمان عن زرارة زرارة يقول سألت أبا عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن أي شيء سأله عن هذه الأمور العظام هذه الأمور العظام هذه العظائم هؤلاء تلامذة الصادق هذا المفضل وهذا زرارة هؤلاء يتحدثون بنفس مصطلحات إمامنا الصادق زرارة يقول سألت أبا عبد الله عن هذه الأمور العظام ما هي هذه الأمور العظام هو يقول سألت أبا عبد الله عن هذه الأمور العظام من الرجعة وأشباهها هذا منطق رواة الحديث لكما ينطق هؤلاء الغبران في النجف من أن أحاديث الرجعة لا تساوي فلسان لا تساوي قلامة ضفر قارنوا 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 بين هؤلاء الغبران الزولان وبين رواة الحديث هؤلاء هم رواة الحديث قارنوا 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 بين ثقافتهم ومنطقهم وبين ثقافة ومنطق هؤلاء الزولان أتحدث عن أهيات الشيطان العظمى في النجف وكربلاء أقرأوا ماذا كتبوا عن الرجعة وتابعوا ماذا قالوا عن الرجعة زرارة يقول سألت أبا عبد الله عن هذه الأمور العظام من الرجعة وأشباهها فقال فقال إمامنا الصادق إن هذا الذي تسألون عنه لم يجئ أوانه ستأتي الغيبة مقدمة أولى ويأتي العصر القائمي العجيب مقدمة ثانية ثم تبدأ الرجعة بنحو تدريجي تأويلي ترتيبي عميق عظيم حتى نصل إلى الدولة العلوية الكبرى وهي مقدمة لزبدة الرجعة العظيمة للدولة المحمدية العظمى نحر الحسين نحر الحسين ثمن لهذه الحقائق العظيمة لكما يحدثونكم هؤلاء الأغبياء وكأنه عضو في جماعة الأخوان المسلمين فقال صادق صلوات الله وسلامه عليه إن هذا الذي تسألون عنه من هذه الأمور العظام هذه العظائم لم يجئ أوانه وقد قال الله عز وجل بل كذبوا بما لم يحيط بعلمه هؤلاء مراجع النجاف كذبوا بالرجعة لأنهم لم يتعلموا عند محمد وآل محمد تعلموا عند الشوافع والمعتزلة الطوسي منذ بداية حياته حتى صار فقيها يشار إليه بالبنان كان يدرس عند الأحناف والشوافع بعد ذلك التحق بالمفيد والمفيد أيضا بداياته كان مشبعا بالفكر الاعتزالي وهكذا نشأ الطوسي وأخذ كل ذلك إلى النجاف وأسس حوزته المشؤومة سنة أربعمية وثمانية وأربعين ولا زال علماء النجاف مراجع النجاف على منهج الطوسي نفسه ذلك المنهج الذي هو شافعي معتزلي بامتياز إلى هذه اللحظة بل كذبوا بما لم يحيط بعلمه ولما يأتهم تأويله التأويل تدرجي ولما يأتهم ولما ولم يأتهم تأويله لما بمعنى لم فالتأويل تدرجي والرجعة مرحلة من مراحل التأويل تلاحظون أن ما بينته لكم هو اللباب قرآنهم بتفسيرهم ولباب أحاديثهم بتفسيرهم من هنا فإنني حين أدركت هذه اللباب أعلنتها صريحة من أنني أبرأ من ديني مراجع النجاف وكربلا أبرأ من ديني حوزة النجاف وكربلا لأنني وجدتها حوزة وجدتها مرجعية كافرة بلباب حقائق قرآنهم المفسر بتفسيرهم وبلباب حقائق معارفهم وعقائدهم وثقافتهم التي بيّنوها لنا في أحاديثهم الشريفة أقرأ عليكم ماذا قال إمامنا الصادق إنني أكرر القراءة كي تتذكروا هذه المضامين لأنكم لم تثقفوا بهذه الثقافة ثقفوكم بقذاراتهم أية ثقافة عندكم عن آل محمد قذاراته النواصب وأنتم تعتقدون أنها ثقافة آل محمد بالمناسبة مراجعكم كذلك يعتقدون أن هذه القذارة هي ثقافة آل محمد ولذا يتابعون هذه البرامج كي يتعلموا ثقافة آل محمد تستغربون من كلامي لكن الحقيقة هي هذه ومن جهة أخرى يريدون أن يستعدوا لأسئلة تلامذتهم ووكلائهم هم لا يفقهون شيئا من هذه المضامين ووكلائهم تلامذتهم يتابعون هذه البرامج فيتفاجعون بهذه الحقائق التي ما سمعوا بها طيلة دراستهم الحوزوية ولا يفقهون منها شيئا إنهم أمام شيء جديد وغريب عليهم فيذهبون كي يسألوا مراجعهم فهؤلاء يريدون الاطلاع على هذه المطالب كي لا يفاجعوا بالأسئلة ويظهروا لهم من أنهم على اطلاع بها ولكنهم لحكمة ما كانوا يتحدثون عنها لكنهم أغبياء هؤلاء المراجع وكلائهم تلامذتهم يعرفون مدى علمهم ويعرفون مدى معلوماتهم ويعرفون الطريقة التي كانوا يتكلمون بها ويعرفون أسلوبهم ومنهجهم لكن هؤلاء يكابرون هؤلاء الأغبياء من مراجع النجفي وكربلة أتحدث عن الأحياء الآن يكابرون وسيصرون على مكابرتهم هذه لا يذعنون لحديث العترة الطاهرة لا يذعنون لهذه الحقائق ولذا أقول لكم اتركوهم اتركوا منهجهم ونظفوا عقولكم من قذاراتهم الصادق يقول للمفضل بعد أن سأله ومر علينا السؤال إن ادعى مدعن ادعى أنه الإمام زمان الغيبة الطويلة إن ادعى مدعن فاسألوه اسألوه عن أي شيء عن تلك العظائم التي يجيب فيها مثله أعود إلى حديث زرارة سألت أبا عبد الله إمامنا الصادقة صلوات الله وسلامه عليه عن هذه الأمور العظام من الرجعة وأشباهها من الرجعة وأشباهها إنها الأيام الثلاثة أيام الله ثلاثة يوم القائم يوم الرجعة يوم القيامة فأشباه الرجعة هي هذه الرجعة يوم من أيام الله أشباه هذا اليوم يوم القائم ويوم القيامة الكبرى سألت أبا عبد الله عن هذه الأمور العظام من الرجعة وأشباهها فقال إن هذا الذي تسألون عنه لم يجئ أوانه وقد قال الله عز وجل بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه لأنهم لا يملكون علما حقيقيا لذا كذبوا بها ولما يأتهم تأويله تلاحظون أن التأويل هو ديننا لأن التأويل نسخ التنزيل تذكروا هذه الحقائق وتذكروا من أن حوزة النجف لا زالت حبيسة في مرحلة التنزيل إذا أردتم الدين في مرحلة التأويل لن تجدوه إلا عبر هذه الشاشة وأتحداكم جميعا أن تجدوا الدين عبر مرحلة التأويل في غير هذه الشاشة في زماننا هذا أتحداكم جميعا في أي مكان أن يقدم بمنظومة فكرية مبنية على القواعد والأصول المستقات من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن قواعد تفهيمهم بحسب المنطق العلوي وفقا لبنود بيعة الغدير الإلهية المحمدية العلوية ودونكم على وجه الإجاز والاختصار دونكم ما قدم في مجموعة حلقات أعرف إمامك كي تعرفوا دينكم في مرحلة التأويل وأضيف إليها هذه المجموعة هذا هو الحسين نذهب إلى فاصل